صفحة 165 تشابه المسلسات حكينا في المرة الماضية عن نسبة التشابه ان المسلسين لما بتشابهوا بيطلع معنا نسبة اسمها نسبة التشابه نحصل عليها بنسبة ضلعين متقابلين نسبة التشابه بتكون رمزنالة K هي بنفس الوقت نسبة الارتفاعات المتقابلة نسبة المتوسطات المتقابلة نسبة المنصفات المتقابلة ونسبة المحيطات أيضا كلها بتساوي نسبة التشابه طالما نحن عم نشتغل بأطوال يعني هذا طول ضلع هذا طول ضلع أو طول قطع مستقيمة فمجموعا هو عم يكون كمان طول بيضل بيساوي K أما لما مننتقل للمساحة المساحة تقاس بالمتر المربع فأيضا تتحول النسبة لمربع نسبة التشابه طبعا بدك تحافظ على الترتيب يعني إذا نحن طالعنا نسبة التشابه بأنه حطينا ضلع من المسلس المسلس A-B-C على ضلع من المسلس D-E-F فمنقول مساحة A-B-C منحطه في البسط ومساحة D-E-F بالمقام ننتبه ما تعكسه يعني ما في شيء بيجبرك أنك تحط هاد فوق أو هاد فوق بس في شيء بيجبرك أنك تطع بنفس المسألة تمشي كله بلافس الترتيب سؤال الأول المطلوب X الأول شيء لازم هو قلنا نحن ما نو مطلوب منك أنت تكتب برهان لكن يجب أن تعرف أنك في البدء ثم تعرف أنت السباعة 3 ليش انهم نشابهون الأول الخامسة 3 و سنة 15 اللحظة وأصبت معا السباعة 3 صح أنتبه السباعة هاي وتساوي سباعة هاي فإذا اطلاعون هدول بدون يتناسبوا مع هدول هلأ شلون بتختارهم؟ هذا الشيء انت بدك تكون خبيرة شوي بالحساب شوي بس ما كثير يعني الخمسة والخمسة والخمسة والأربعة والاثنائش متل بعض ممكن تجاوزاً تجاوزاً بين قوسين مشان تسهل على حالك عملية البرهان اللي هي مانا مطلوبة منك انت مشان تأكد انه عمل نسبة بين الضلعين يعني اول 12 على 15 و اربعة على خمسة هل هدول يساوي بعض؟ تمام هي طبعاً النسبة الأصلية لازم ضلع من هون على ضلع من هون ضلع من هون على ضلع من هون بس عمل لك انت مشان تتأكد انه هدول المثلثين متشابهين ما عليش عمل هاي الطريقة ليش ما بتصير هاي دائماً؟ لانه اصلاً المثلث فيه ثلاث اضلع يعني الضلع الثالث على مين بتحطه؟ فهلأ تأكدنا انه المثلثين متشابهين اذاً وتحط نسب التشابه انت بقى بالطريقة اللي بتحبها بتحط المثلث هاد فوق هاد تحت فكتابة نسب التشابه نرجع منذكر فيها هاي بتحط الزاوية هاي مين تحت اللي بتزاوية هلأ الأضلع اللي مسلاً اي بي مين طلع بقابل الدي اي بي على تهيدي اذاً ضلت الأخيرة اي بي على اي بي ساوي بي سي على دي اف يساوي اي بي اه نحن بتنا مين بي سي وينو بي سي هون ايكس على دي اف سابعة بيساوي اي سي التعاش اي اف اربعة بالتالي ايكس بيساوي واحد وعشرين هاد التفصيل بس لانه نحن في البداية سؤال الثاني عندك الزاوية بتساوي زاوية كمان الباقي عندي اضلع مين ضلعي هاي الزاوية في المسلس الأول الاربعة واثنانية وبالمسلس الثاني مين الضلعين مانية وستانية فقلتلك استخدمت نسبة الضلعين على بعض مشان اتاكد انه هن متشابهين فاطلعت النسبة متل بعض فاذا المسلسين متشابهين هلا حط نسبة تشابه اي بي دي ما بالضرورة تحطه ما بالضرورة تكتب نسبة تشابه هلا شوي بس مشان نتعلم C ال A B A B بيقابل ال A D هلا A B على A B A بساري B D نحن بدنا A C وين هو A C ها طب B D B D خمسة A D B ثمانية D C 16 بالتالي X بساوي 10 سؤال الثالث A B A B على A C يعني ثلاثة على تسعة وكمان A C تسعة على سبع وعشرين واحد على تلاتة فا اذا مزلسين متشابهين طيب طيب شو رأيكم خلاص هلا ما بقى نكتوب نسبة تشابه مباشرة نحط الأضلاء ف ثلاثة على تسعة بساوي تسعة 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 عشرة على X فإذا X بساوي ثلاثة سؤال الرابع سؤال الرابع A D C فيه C هاي الصغيرة تساوي B كمان 4 على 6 بساوي هاد حطيته على هاد بساوي 8 على قماش ويساوي 4 أربعة ثمانة X على من الثالث على ثمانة تسعة ثمانة ثمانة بساوي ثمانة بثنين على ثلاثة ثمانة بثنين على ثلاثة سؤال خمسة في عندي الزاوية A مشتركة بين مسلسين A, D, E و A, B, C كمان ضلعي الزاوية A اتنين بالمسلس الصغير ايه المسلس الكبير هاد ستة فاتنين على ستة بيساوي الضلع الكبير بالزاوية A بالمسلس الاول اربعة ضلع الكبير يتساوي اتنين على ستة تمام صحي فبيساوي الضلع الثالث اربعة على معنية اكس بيساوي واحد ثلاثة في اربعة سؤال السادس نفسه تمام تماما تمام يلا هاي مشتركة واحد على خمسة بيساوي ثلاثة على خمستاش بيساوي ثلاثة على اكس معاتل اكس خمستاش سؤال سبعة كمان نفسه المشتركة هون بي فاربعة على ثمانية وهون اطنعاش معناتها اربعة على تمانية الضلع الأصير على الضلع الأصير وستة على على اطنعاش بيساوي ثمانية على اكس معناتها اكس بيساوي ثلاثة بيساوي ثلاثة